اشتركوا في القناة هذا اعلن الهاجر الانتهاء من تاهيل وتاهية جامع عمر بن الخطاب بمنطقة عراد وجامع عبدالوهاب الزياني بمدينة المحرق وذلك بعد اتمام اعمال الصيانة مؤكدا حرص المجلس على اعمار دور العبادة وتحقيق شروط الواقفين وذلك تنفيذا لتوجيهات سديدة من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء اليوم بفضل الله تبارك وتعالى احتفلنا بافتتاح مصلى العيد بالبداية بمناسبة قرب عيد الفضل المبارك ونحن جرت العادة في ادارة الوقاف السنية ان ننظم عدد من المصليات لاحتواء المصليين يوم العيد العدد كبير جدا اكثر من 280 الف تقريبا مصلي موزعين على الجوامع وعلى المصليات المصليات عددها في حدود 27 مصلى مقسمة بين مصليات رئيسية ومصليات للجاليات ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى ادارة الاوقاف السنية على هذه المبادرة المباركة وذلك بتهيئة المصليات لعيد الاعياد عموما عيد الفطر القادم وان شاء الله عيد الاضحى ايضا وكذلك بالاضافة الى اعداد جدول كامل لجميع المصليات في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر